هذا وبعث وزير الداخلية محمود توفيق برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد وخلال برقية التهنئة جدد وزير الداخلية العهد بكل ثقة واعتزاز على دعم مناخ الأمن ومسيرة التنمية التي أثمرت نتائجها على امتداد ربوع الوطن وأرجائها كما بعث وزير الداخلية برقية تهنئة لكل من رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي ورئيس مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق ورئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة كما بعث وزير الداخلية برقية تهنئة إلى القيادات والضباط والعملين المدنيين والأمناء والمساعدين والمندوبين ومعاون الأمن والجنود والمجندين وزملائهم في مأموريات حفظ السلام